الاتحاد الصيني لكرة القدم يضع سقفاً لأجور اللاعبين الأجانب في الأندية المحلية حدد في ثلاثة ملايين يورو اعتباراً من الأول من يناير المقبل في خطوة قد تقلل من جاذبية البلاد للمواهب الخارجية وتهدف هذه الإجراءات إلى كبح الإنفاق بين الأندية الصينية بعد أن انتقل عدد من النجوم الأجانب المعروفين إلى البلاد بعقود مرتفعة للغاية وانضم اللاعب البرازيلي أوسكار لفريق شانغاي S.A.P.G في يناير 2017 مقابل 60 مليون يورو وهو رقم قياسي على الصعيد الأسيوي كما تم التعاقد في نفس الفترة مع المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز براتب أسبوعي تم تقديره بـ 730 ألف يورو